ونشوف مع بعض النشاط الأول عندي نشاط رقم أربعة ألف النشاط بيقول إيه؟ بيقول استخرج من الفقرة ما يلي هنقرأ الفقرة عشان نجاوب على الأسئلة اللي تليها تعالوا نقرأ الفقرة مع بعض عشان نجاوب الأسئلة بتقول إيه؟ أقامت المدرسة حفلاً بمناسبة عيد الطفولة وألقى طفلان في بداية الحفل كلمة باللغتين العربية والإنجليزية وتكلم الأطفال عن حقوق الطفل وفي النهاية قال المعلمون الأطفال هم رجال المستقبل ولذا يجب الاهتمام بهم مطلوب مننا إيه في الفقرة دي اللي مطلوب مننا أول حاجة عايز فاعل مفرد وعلامة رفعه يا طرع إيه الفاعل عندي في الجملة دي؟ نبص كده من خلال الجملة أنا عايز فاعل مفرد طب يا طرع فين الفاعل؟ أحسنتم أول حاجة هدور على جملة فعلية واشوف الفاعل اللي عمل الفاعل دوت فنبص كده أقول الجملة عندي أقامت المدرسة حفلاً أقامت جي فعل مين اللي أقامت؟ المدرسة إذن المدرسة فاعل طيب الفاعل هنا المدرسة هي كلمة مفرد إذن الفاعل عندي المفرد هو كلمة المدرسة طيب المدرسة دي جبناها وقلنا إن هي فاعل يا طرع علامة رفع الفاعل هنا إيه؟ قال للمدرسة مفرد وإحنا قلنا الفاعل لو مفرد بيكون علامة رفعه أحسنتم أتضمه نشوف مع بعض تاني مطلوب عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إيه؟ هاتلي فاعل مسنى ووضح علامة رفعه يا طرع فين الفاعل المسنى هنا؟ نبص كده في جملة فعلية ونشوف الفاعل بتاعها هنلاقي مفرد ولا مسنى ولا جامعة وعايز فاعل مسنى فندور كده هنلاقي الجملة بتاعت ألقى طفلان كلمة أو ألقى طفلان في بداية الحفل كلمة ألقى فاعل طفلان أحسنتم هي الفاعل وفاعل إنه من حيث العدد مسنى إذن الفاعل المسنى عندي كلمة الطفلان طيب الفاعل لما بيجي لي مسنى كنا بنقول علامة رفعه إيه؟ فاعل دايما مرفوع لو جالي مسنى بنقول إنه هو مرفوع وعلامة رفعه أحسنتم الألف إذن علامة رفعه الألف لأنه مثنى في المطلوب رقم 3 بيقول لي أنا عايز فاعل يكون جمع مذكر سالم ندور مع بعض كده في الفقرة بالفاعل زي ما أنتم كلكم قلتم ها الجملة اللي في السطر التالت في الفقرة اللي بتقول قال المعلمون قال فاعل مين اللي قال المعلمون هي الفاعل إذن الفاعل جمع المذكر السالم عندي كلمة المعلمون طيب علامة رفعه إيه طرح؟ قال للفاعل لو جالي جمع مذكر سالم كنا بنقول إنه علامة رفعه أحسنتم الواو لأنه جمع مذكر سالم المطلوب رقم 4 والأخير عندي في الفقرة دي بيقول إيه؟ عايز فاعل ماضي يعني إيه فاعل ماضي؟ أحسنتم الفاعل ماضي يعني حدث وانتهى زي إيه؟ عندنا عفعال كتير نبتدي مثلا من أول الجملة خالص أقامت هي فاعل ماضي عندي في تاني جملة بتقول إيه؟ ألقى طفلان في بداية الحفلة كلمة ألقى تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن